الذكورة اللي ربنا خلأك فيها لازم تمارسها وتحافظ عليها أولاً ده هيخلي مراتك في أحسن نسخة من شخصيتها ثانياً ده دورك أمام ربك سبحانه وتعالى الذكورة ويحفظ كده على وجه اليقين أربع صفات مشهورة القيادة والمبادرة برحمة والتصدي الجسدي للمهام وضبط الانفعال اللي أربعة دولة علشان كده التصدي الجسدي والمبادرة والقيادة ولكن برحمة برحمة يعني إيه؟ يعني يشعر اللي حوالي أن أنا بعمل ده وأنا بطيب خاطر وما عنديش من في حاجة زي كده دي مسؤوليتي وشرف لي أن أنا أعمل كده والعلماء في تفسير الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بيقولوا أن الخصائص تفيد الوظائف يعني إيه؟ يعني ربنا خلى الرجال عندهم قوة جسدية وهرمونات الذكورة بتعمل رغبة في المواجهة خلقنا كده سبحانه وتعالى